ومن بيروت ينضم إلينا أمين قمورية الكاتب والمحلل السياسي سيد أمين كيف ترى وضع المتظاهرين في رياض الصلح في ساحة الشهداء في شوارع ومادين وأزقة بيروت كيف توصف لنا ما نراه الآن على شاشاتنا في كل ساحات لبنان ليس فقط في بيروت هذه أكبر تظاهرة يشهدها لبنان على مدى التاريخ لم نرى تظاهرة بهذا الحجم يتحدثون عن تظاهرة 14 أزار و8 أزار أعتقد أن هذه التظاهرة أسقطت تنائية 18 أزار و14 أزار وقالت أن لبنان هذه التظاهرة الوحيدة التي وحدت كل اللبنانيين طواقف ومذاهب وفئات اجتماعية ومناطق أعتقد اليوم الشرعية الحقيقية هي في الشارع وليس في مكان آخر ومن حق الناس التي نزلت على الشارع بهذه الطريقة أن تقول ما عليها أن تقوله وأن تحصل ما يجب أن تحصل عليه هي نزلت من أجل الكرامة نزلت من أجل الحرية نزلت من أجل تغفير لقمة العيش والاستقرار والحماية من كل النواحي يا سيد أمين الورقة الإصلاحية التي تقدم اليوم من أروقة الحكومة ومن سعد الحريري ومن كافة الطبقة السياسية لماذا لم تحرك أي ساكن في الشارع؟ هل فقد الشارع تماما كل الشرعية؟ أو ضمانات تنفيذ أي وعود إصلاحية حتى لو كانت اقتصادية أو سياسية أو اجتماعية أو حتى على المستوى الإنساني يا سيد أمين؟ يعني ما سرب عن الورقة الإصلاحية ما نسمعه من المسؤولين بعيد كل البعد عن ما يريده الناس يعني فعلا إذا كانوا يتحدثون عن كهرباء بعد شهر أين ذهبت الأموال الفعلية التي صرفت على الكهرباء منذ 30 عاما وحتى اليوم؟ إذا كان في إمكان المصارف أن تؤمن ثلاثة مليارات دولار لماذا هذه المصارف أحجمت عن المساعدة حتى الآن؟ الثقة مفقودة بالكامل بين المواطنين اللبنانيين وهذه الحكومة من أجل تقديم شيء حقيقي علينا بتدابير فعلية يمكن تطبيقها الحد الأدنى الحد الأدنى هو الشفافية الواضحة هو مكافحة الفساد بمعنى تقديم فاسدين فعليين كل اللبنانيين يعرفونهم إلى القضاء إعادة النظر في الإطلاحات القضائية بحيث أن يكون القضاء متقل بالكامل كلها أدوات للنقاش يا سيد أمين أهم من ذلك هل هذا النقاش مقبول الآن في الشارع؟ تفضل هل إذا قدمت الحكومة أي ضمانات لتنفيذ هذه الوعود أو ما سرب من هذه الورقة الإصلاحية هل يقبل بها الشارع؟ هل يقبل المتظاهرون؟ أم أن الأمر حسم بإسقاط الحكومة أو لا رحيل من الشوارع والمهدينة؟ على الشارع أن يقول أنه يريد إسقاط الحكومة كلنا نعرف صعوبة أن يكون هناك حكومة أخرى لكن علينا أن نطالب دائما بإسقاط الحكومة لعلنا نستطيع بذلك أن نأخذ من هذه السلطة الحد الأدنى المقبول وأن نؤسس فيما بعد على هذا الحد المقبول لما هو أكثر وصولا إلى ما نريده فعلا من تغيير النظام وصولا إلى الدولة المدنية لا أقول تغيير النظام بل بناء دولة أخرى يعيش فيها الإنسان بكرامة هذا هو المطلوب لا يمكن أن تمر الأمور بوغوظ فقط يريد أن الحكومة لها جلسة بالغد هل هي فرصة أخيرة ربما؟ طبعا هذه الفرصة الأخيرة يعني باعتقادي أن على الرئيس الحريري أن يستفيد من هذه الفرصة إذا قدم شيء مهم للناس باعتقادي أنه سيكون سيقدر له الناس فعلا هذه الخطوة ولهو القوات السياسية لكن اليوم إذا نظرنا إلى هذه الأمور نرى أنها بصعوبة بمكان تخديم تنازلات فعلية بإطار المحاصطة الطائفية اليوم إذا قدمت رمود فساد إلى المحاكمة هل يمكن لكل الفئات السياسية اللبنانية الموجودة في الحكومة أن تقبل بذلك وأن تضحي؟ لابد من كبش فداء والكبش الفداء لا يجب أن يكون من جهة سياسية إنما من الكل سواء حتى يصح الشعار كلكن يعني كلكن وإذا لا باعتقادي أن الشارع سيستمر البعض يحاول قدر الإمكان أن يلتف على مطالب الناس الآن بطريقة من الطرق وتخويف الناس لكن حتى لو تراجعت الناس باعتقادي أن الانفجار المقبل سيكون أكبر من ذلك بكثير واليوم نرى أمثلة على ذلك في بعض المحاكمة اللبنانية الكل يا سيد أمين يرحل كان هناك قمع في الأيام الماضية اليوم التظاهر أكبر طيب الكل مطالب الآن بالرحيل الحكومة ترحل الرئيس يرحل أو قدموا شيء أو قدموا شيء للناس أو قدموا شيء هذه أطروحات للنقاش لا نسمعها من الشارع حتى هذه اللحظة وهناك اتجاه عام لإدراب يتزامن مع اجتماع الحكومة بالغد السؤال هنا لماذا لم يتحدث رئيس الجمهورية للشارع لماذا لم يتحدث رئيس الحكومة للشارع هم يتحدثون للطبق السياسي التي هي منهم أصلا لماذا برأيك فعلا وحتى في خطبهم اليوم هم يحملون المسؤولية بعضهم إلى البعض لم يخاطب النواس لأنهم فعلا خافوا من الناس هذه المرة الأولى التي يكثر فيها الناس حاجز الخوف ويكثر حاجز الطائفية التي كانت تحميهم فاليوم ليس لديهم جديد أو مهم جدا لتقديمه للناس ليس لديهم شيء فلذلك المطالبة اليوم بإسقاط الحكومة أمر مهم جدا طبعا سيحاولون قدر الإمكان الاتفاف على هذا المطلب ولكن أيضا كذلك الأمر أعتقد أن الذين يديرون بشكل أو بآخر الحراك في الشارع والناس أيضا في الشارع تعرف تماما وتدرك تماما المخاطر الذهاب بعيدا لكن عليها أن تحصل شيء حتى تقول أننا نستطيع طبعا حتى لا نصل إلى الفراغ حتى لا نصل إلى مشكلة في البلد المهم اليوم نستطيع أن ننتزع منهم شيء بالقول لهم أنه الفراغ أفضل منكم وأن هذا الشعب اللبناني باعتقادي لديه من الإمكانات هناك تجارب عدة في دول نراها في أكثر من مكان يمكن للناس إذا ما أصرت على المطالبة يمكن أن تحقق شيء في تونس في سودان في أي مكان من الأمكان طبعا النماذج لا تنطبق على النموذج اللبناني مع إدراكنا لصعوبة النظام الطائفي اللبناني لكن هذا لا يغير من أن هناك صوت مرتفع لكل الفئات اللبنانية لكل الشعب اللبناني لابد ما أن يكون هناك أذن صغية لأن البديل عن ذلك هو انفجار الأوضاع بشكل لا يرحم أحد ليس لنا مطلحة لا نحن ولهم فبالتالي عليهم أن يقدموا شيء شكرا جزيلا أمين قامورية ضيف الغد الكاتب هو المحلل السياسي شكرا جزيلا شكرا جزيلا ترجمة نانسي قنقر